لما ناسا أرادوا يجربون هذه الطريقة في إيصال الأجهزة إلى الكواكب سألوا الكثير من الخبراء اللي هم اشتغلوا على البشارع اللي قبلها كلهم قالوا أخبروهم أن هذه القضية ما راح تنجح ناسا كانت تريد تجرب طريقة قليلة الكلفة وطريقة فيها كثير من الإبداع وفيها كثير من المغامرة كلهم قالوا هاي الطريقة لن تنجح فجأة نحن لما جمعوا الفريق كل الفريق كان من الناس اللي هم تبين فيما بعد ونحن اكتشفنا هاي القضية أنهم ناس الجدد في ناسا أنا كان لي سنتين لما أقلون وأكثر الناس اللي معنا في الفريق كلهم كانت لهم سنوات محدودة جدا ما نعرف التاريخ القديم والرحلات القديمة اللي الناس اشتغلت عليها بعدين لما ذات الرحلة كلهم قالوا رئيس الفريق قال احنا جمعناكم جمعناكم لسبب واحد لأنه انتو بتعرفون شنو اللي اللي صار احنا كل الناس اللي طلبنا منهم واقترحنا عليهم هاي القضية قالوا ما تشتغل فلذلك جمنا ناس جدا اللي ما يعرفون الخلفية حول المشاريع وانتو كنتم مستعدين أنهم تأخذون هذا الرسم فاخدتوا هذه العملية والمشروع كثير من الأحيان إنسان حتى يسوي شيء جديد لابد أنه يعني ينطلق من منطلقات واقعية وليس من منطلقات اللي هي تتحدث عن الماضي هذا بالنسبة لبعض الأفكار والخواطر حول هذا المشروع الكبير جدا هو مشروع حقيقة كان كبير في معانيه في الأمور النفسية في الأحاسيس اللي أعطاها لكنه مشروع ربما من الناحية العلمية والناحية التكنولوجية كان من المشاريع الصغيرة شكرا جزيلا واتلا لكم تؤذيك في وقت أسئلة أسئلة آخر اشتركوا في القناة